أهلا بكم مجددا إلى درس جديد من دروس دورة اللغة الإنجليزية للمتدئين والتي يقدمها موقع الإنجليزية لكل العرب englishforarabs.com درسنا لهذا اليوم هو الوقت time الوقت time توجد ثلاثة طرق للتعبير عن الوقت في اللغة الإنجليزية وهي كالتالي الطريقة الاعتيادية analog time analog time إذن الطريقة الاعتيادية هي analog time والطريقة الشبه الرقمية semi-digital time semi-digital time إذن الطريقة الشبه الرقمية هي semi-digital time والطريقة الرقمية digital time digital time وقبل أن أبدأ بشرح هذه الطرق أود أن أشير إلى بعض الأمور المهمة مثل كيف تسأل عن الوقت وما هي أجزاء الساعة كيف تسأل عن الوقت؟ كيف تسأل عن الوقت؟ كيف تسأل عن الوقت؟ بمعنى 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 كم الوقت؟ كم الوقت؟ المعنى بمعنى 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 بم وبمعنى هل تستطيع أن تخبرني ما الوقت سوف أقرأها مجددا ولكن بالطريقة الاحتيادية إذن إذا أردت أن تسأل شخص ما عن الوقت باللغة الإنجليزية يمكنك استخدام أحدى هذه الأسئلة وهذا حوار بسيط وهو سؤال وجواب عن الوقت بمعنى المعذرة هل تستطيع أن تخبرني ما الوقت حوالي العاشرة أو تقريبا العاشرة شكرا جزيلا ولكي تستطيع إخبار من يسألك عن الوقت بشكل صحيح عليك تعلم ما يلي تسمى الـ 15 دقيقة أي الربع ساعة بكوارتر وتسمى الثلاثين دقيقة أي النصف ساعة بهاف انتبه حرف الأل لا يلفظ في كلمة هاف إذن حرف الأل هو ساكن ولا يلفظ إذن تسمى الثلاثين دقيقة بهاف كلمة باست كلمة باست ونقصد معناها بالعربي و عندما تقول العاشرة وخمسة دقائق إذن كلمة أو حرف و عند استخدامها مع الساعة كلمة تو طبعا تو بالحالة الاحتياديها حرف جر بمعنى إلا ولكن مع الساعة تستخدم بمعنى إلا عندما تقول العاشرة إلا عشرة دقائق إذن كلمة تو نقصد بها إلا تستعمل كلمة أوقلوك عندما تكون الساعة تامة مثل الثانية صباحا أوقلوك حرف الجر المستخدم مع الساعات هو آت حرف الجر المستخدم مع الساعات هو آت أحيانا ينبغي تحديد الوقت إن كان صباحا أو مساءا وذلك من خلال استخدام آم وتعني قبل الظهر before noon آم عندما تقول it is 3 o'clock لكن يعني للتوضيح أكثر تقول 3 آم أو 3 p.m إذن آم نقصد بها before noon والp.m نقصد بها after noon بمعنى قبل الظهر وبعد الظهر عندما نريد أن نخبر شخص عن الوقت علينا أن نذكر الدقائق أولا ومن ثم الساعة وكما قلنا في البداية أن هناك ثلاثة طرق وهي الانالوغ تاين الطريقة الاحتئادية هي الطريقة الأولى وهي الطريقة التقليدية للإخبار عن الوقت حيث يكون فيها اليوم مقسم إلى جزئين كل جزء 2 الساعة الجزء الأول يبدأ من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وكلمة منتصف الليل تسمى في اللغة الإنجليزية midnight إلى الساعة الثانية عشر ظهرا والساعة الثانية عشر ظهرا تسمى noon والجزء الثاني يبدأ من الثانية عشر ظهرا إلى منتصف الليل وهذه قائمة بأوقات مختلفة three o'clock معناها الساعة الثالثة تماما دعنا على سبيل المثال نسأل سؤال Excuse me sir What's the time please ممكن الجواب يكون three o'clock أو three am أو three pm هنا عندما تقول three o'clock نقصد بها الساعة الثالثة تماما ولكن أحيانا هذه الأمور فقط للتأكيد على الوقت إذا كان صباحا أو مساءا ولاحظ يمكن استخدام it is في البداية لاحظ يمكن استخدام كلمة it is في البداية عندما يكون السؤال Excuse me sir What's the time please It is five past three إذن كلمة it is طبعا في الدراسة يعني في أمور الدراسة يفضل كتابة الجملة كاملة يفضل كتابة الجملة كاملة لأن أعتقد أن الأستاذ رح يحاسبك إذا أنه مكتبة كلمة it is الصور يعني لكن في الحياة العملية لا توجد حاجة لكلمة it is فقط عندما تسأل عن الوقت What's the time please five past three لاحظ كلمة minutes أنا وضعتها بين القوسين فقط للإشارة أنه لا توجد أو لا يوجد داعي لذكر كلمة minutes بعد الخمس والعشر دقائق فقط للتوضيح ten past three بمعنى الساعة الثالثة وعشر دقائق a quarter past three الساعة الثالثة والربع لاحظ كلمة quarter قلنا عليها تعني كلمة ربع أي بمعنى 15 دقيقة a quarter past three twenty past three بمعنى الساعة الثالثة وعشرون دقيقة twenty five past three بمعنى الساعة الثالثة وعشرون دقيقة twenty nine minutes past three الساعة الثالثة وعشرون دقيقة تذكر قلنا لا يوجد داعي لكتابة كلمة minutes فقط بعد الخمس والعشر دقائق أما فيما عداها فيجب ذكرها 29 minutes بمعنى الساعة الثالثة وتسعة وعشرون دقيقة بمعنى لاحظ كلمة half بمعنى نصف بمعنى الساعة الثالثة والنصف بمعنى الساعة الثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة 49 minutes past 3 بمعنى الساعة الثالثة وتسعة واربعون دقيقة 5 to 3 بمعنى الساعة الثالثة إلا خمس دقائق 10 to 3 بمعنى الساعة الثالثة إلا عشرة دقائق A quarter to 3 بمعنى الساعة الثالثة إلا ربع إذن لاحظ كلمة two ونقصد بها إلا إذن لاحظ two ونقصد بها إلا في المثال past بمعنى و 35 past 3 بمعنى الساعة الثالثة و إذن كلمة past تقصد بها و 22 to 3 بمعنى الساعة الثالثة إلا ثلث 22 to 3 الساعة الثالثة إلا ثلث وكما قلنا عند ذكر الوقت نذكر الدقائق أولا ومن ثم الساعة وهذا تأكيد فقلنا انتبه لا داعي لذكر كلمة minutes بعد الخمس وعشر دقائق ولكن يمكن ذكرها بعد بقية الأرقام عندما يراد تحديد الجزء المقصود من اليوم فإنه يضاف إلى الجملة ما يدل عليه من تعابير الوقت حيث يستخدم معه حرفة جر in وكما في الأمثلة التالية 6 o'clock in the morning إذن تم إضافة in the morning فقط للتأكيد على الوقت quarter to two in the afternoon quarter to two in the afternoon لاحظ in the afternoon بمعنى الظهيرة 7 minutes to 7 in the evening in the evening أي بمعنى المساء half past eleven at night إذن عندما يراد تحديد الجزء المقصود من اليوم يمكن إضافته إلى الجملة مثل in the morning in the afternoon in the evening at night حرف الجر المستخدم مع الساعات هو at هذه المعلومة عند حفظها تساعدك كثيرا في الامتحانات عندما تأتي أسئلة تتضمن الوقت فأنت تعرف أن حرف الجر المستخدم مع الساعات أو الوقت هو at فيمكنك اختيار at كإجابة صحيحة هذه بعض الأمثلة she has a breakfast at seven o'clock إذن لاحظ at she leaves to catch the bus at a quarter to eight she starts work at eight thirty إذن لاحظ في جميع الأمثلة at هو الحرف المستخدم مع الساعات الطريقة الشبه رقمية semi digital time وهي الطريقة الثانية لكتابة الساعة حيث إنها كسابقتها تقسم اليوم إلى جزئين وتستخدم هذه الطريقة بكثرة في المطارات مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة وفي الاتصالات الدولية وتكتب بالطريقة التالية لاحظ طريقة الثانية وهي الشبه رقمية تكتب بهذه الطريقة تكتب بهذه الطريقة الرقم ومن ثم نقطة ومن ثم الدقائق مثلا twelve midnight إذن عندما نقصد بأنه الثاني عشر أي بمعنى منتصف الليل نقول twelve midnight ولكن عندما نقصد أنه الثاني عشر ظهرا فنقول twelve noon وإليك المثال الآخر twelve five طبعا am قبل الظهر وpm بعد الظهر المثال الآخر six thirty المثال الآخر eight معنى eight o'clock ولكن كما قلنا am نقصد بها قبل الظهر وpm نقصد بها بعد الظهر والمثال الأخير هو eleven forty seven eleven forty seven وكما قلنا الام قبل الظهر والpm بعد الظهر الطريقة الرقمية وهي الطريقة الثالثة وتسمى digital time هذه الطريقة لا تقسم اليوم إلى جزئين وإنما يتم حساب اليوم ك24 ساعة متصلة وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة من قبل الجيش أو في جدوى المواعيد النقل العام وهذه قائمة بالطريقة كيف نكتبها وكيف نقرأها تكتب بهذه الطريقة الساعة ومن ثم colon ومن ثم الدقائق إذن في الطريقة السابقة لاحظ في الطريقة السابقة أنه الساعة ومن ثم نقطة ومن ثم الدقائق أما في هذه الطريقة إذن الساعة ومن ثم colon ومن ثم الدقائق وتقرأ بالطريقة التالية 001 hours إذن 001 hours 6 hours إذن لاحظ 6 ومن ثم hours والطريقة الأخرى 10 45 hours إذن 10 45 hours ومن ثم 12 hours ومن ثم 15 15 hours ومن ثم 23 59 hours وكما قلنا هذه الطريقة تستخدم بكثرة من قبل الجيش هذه بعض المختصرات المهمة عن التوقيتات GMT نقصد بها Greenwich Mean Time إذن المقصد بها توقيت Greenwich إذن GMT نقصد بها Greenwich Mean Time ومن ثم CET ونقصد بها Central European Time ومن ثم BST ونقصد بها British Summer Time BST نقصد بها British Summer Time أي بمعنى التوقيت الصيفي البريطاني Zulu ونقصد بها GMT ولكن استخدام عسكري إذن هذا المختصر لزولو نقصد بها GMT ولكن استخدام عسكري Lima Local Time ونقصد بها توقيت محلي وهي تستخدم بكثرة في الأمور العسكرية إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم كل النجاح وتوفيق ونرجو منكم نشر هذه الدروس إلى أصدقائكم والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب جزيل الشكر وإلى لقاء آخر بمشيئة الله ترجمة نانسي قنقر